خلينا سيادت اللواء استأذنك نروح لأشرف نسأله بقى عن الفطر الفاتح خاصة انت قلت لي وإحنا قبل الهواء يا كابتن أشرف أننا حدك بتاديت سالة 98 يعني انت كنت في الفيوم وانتقلت للعيش في القاهرة أو العيش في المدينة القاهرة عشان سيادت اللواء كان ساعتا بدأ يختارك تلعب يعني كلمني عن بداياتك وإزاي لتحقت منتخب مصر والله أنا لعبت قرى طايرة بداية منه أنا في دور المدارس نعم واكتشفني في محافظة الفيوم الكابتن محمود عبدالنبي طبعا أوجه للتحية من خلال قناة النادي الأهلي خلال سنة واحدة تم تجهيزي مهارية كان في 88-89 ممتاز بعد ما تولى الكابتن منصور مباشرة منتخب شافني طبعا وأنا كنت لعب أعصر وكان مواصفات اللعب القرى الطير كانت منطبق علي شافك فين ست اللواء كان أول حاجة كان عمل اختبارات في المنتخب وكان فتح ودي كانت ميزة كويس للكابتن منصور أنه كان بيقول باب المنتخب مفتوح لأي حد أي حد شايف نفسه أنه يصلح يتفضل فأنا أفاكر يعني الحدث ده فأخدت زميلي من فريل في يوم وجينا للكابتن منصور في التحاد الشرط الرياضي وطولة كابتن نحن عايزين نلعب المنتخب ماتش ودي ويلي وصلك بسات اللواء ساعتها ساعتها طبعا هو كان الكابتن منصور اللي هو المدرب الفيون كابتن نحن عبد النبي قال لي الكابتن منصور هو زابت في التحاد الشرط الرياضي وهو مسك المنتخب وشخصية عظيمة وكويسة فروحه هو يعني هيسعبك وكانت البداية بفضل الله يعني طبعا استعب معي كتير حقيقي يعني لقد ما عمل مني العيب الحمد لله هو أول ما شافك إلا يعني فكر لي برضو باليوم ده لأنه دايتك دا هو تاريخ طبعا بالنسبانيalid فأنا لا أقدرش أنه أنساء أنا ما أخلده في مذكرياتي أصلا هو شافني كده وـ بصيري هو كان من طبيعته المتح عن دق ليل عشان يخليك م ما تتغرش يعني كنا لبق حتى بعد بعد فترة آغ يعني هحنا عاهدنا في الكابتن رمضين تمرين تم قصري الدنيا وقال لينا آه مش عاجبنا نكلم بعدشانك لاعيبGE احنا نعمل إيطاًا كتر مين كتر فده كان شيء كويس بأمانة إنه لو وصلك للقمة قبل ما توصل أنت من نفسك للقمة فخلاص أنت مش حق الإنجاز طيب من ساعتها لقيت فين؟ هل كان مع المنتخب فقط؟ أم لا أنا بدايتي كانت في محافظتي الفيوم انتقلت لقيت في القاهرة نادي الجمارك وكان قابل نادي اسمه نادي الإيمان بس ما طولتش فيه لأن طبعا كان الإطار الهيكل التاع والإداري يعني ما كانش فيه توافق شوية معهم فانتقلت للجمارك ثم التحدي الشرطة الرياضي ودي بقى كانت بصراحة كانت وزارة الداخلية كانت متمثلة في التحدي الشرطة الرياضي وفرت إمكانيات لا محدودة لنشاط البرالين بتحديدا داخل التحدي الشرطة صحيح في كل العاب وكل الإمكانيات المعاملة النفسية حتى نفسها ما كانش بتعامل معي أن أنا شخص معاق داخل التحدي الشرطة الرياضي بأمانة كان بتعامل معي أن أنا بطل رياضي وكان يوفر لكل إمكانيات المادية أي بطولات كان عندنا بطولة عربية للكرة الطيرة في سوريا طلعنا إلى اتحاد الشرطة باعثة محترمة أخدنا الحمد لله البطولة أخدنا مركز أول من تاريخ دهولنا الشرطة حصلنا على الدورة والكاس كنا متربعين على العرش اللعبة حلو كم سنة مثلا وانتم متربعين من 2004 ل 2012 ممتاز ده 9 سنين تقريبا متربعين على العرش اللعبة وده كان له أثر الجيد على المنتخب نفسه لأن أغلب العناصر طبعا كانت موجودة في اتحاد الشرطة فالكابتن منصور كان بيمررنا في النادي بجوار معسكرات المنتخب طيب أول بطولة اشتركت فيها دولية خارج مصر كانت إيه هو أول بطولة كانت في مصر كانت بطولة أفرع عربية كانت منطقة قبل ما يشهر اتحاد خاصة باللعبة قري كانت في مصر 95 دي كانت البداية مع الكابتن منصور طيب وبعد كده أول بطولة حقية دولية حقية دولية كبطولة عالم في 98 في قران فاكر عملت إيه؟ أخذنا المركز السابع كانت ترتيب المنتخب الحداشر وأخذنا المركز السابع في أول مشاركة وكان الكابتن منصور عمل حاجة يعني ما عملهاش مدرر حتى الآن إنه بعد ما استلم المنتخب بعد دورة برشلونة عمل إحلال وتجديد جزري وضم أكتر من ست لعبين جدد اعتمد على أربعة منهم بتشكيل الأساسي يعني الإحلال والتبديل ده حصل بعد برشلونة قبل بطولة العالم بداية من 1995 يعني للاعب بالتشكيل الجديد أه بالتشكيل الجديد بدايته كان من 95 ممتاز أخذنا أول لعبنا بطولة العالم في إيران كان ترتيب المنتخب الحداشر أيوة قبل ما يتولى الكابتن منصور في أول مشاركة دولية نطلنا قفزنا أربعة بين السابع العالم لا وأنا أتذكر حاجة حضرتك يومها كان رئيس الاتحاية الدولي كان موجود متوجد في البطولة وتنبأ المنتخب المصري الحسن العسود للعبة السنوات القادمة حاصل حاصل طيب بعدها بقى البطولة اللي بعدها البطولة اللي بعدها كان سيدني 2000 ونطينا من السابع للرابع حلو ونفسنا على مدينة مع فنلندا كان بطل أوروبا طبعا إحنا كنا لسه عنصر الخبرة ما توفرش عن دنا بطولة العالم تعمل كل أربعة سنوات آه تمام 2004 بقى كان فيه لا 2002 2002 كان في مصر بطولة العالم أخذنا برضو الرابع تمام بعدها كان أول إنجاز ونطلنا في دورة أتينا 2004 على المدينة البرونزية حلو كان مرضو الكابتل من السور لكن الحدث كبير كان يمكن ده أول بطولة برونزية آه آه في تاريخ الألعاب الجامعية آه على المستوى العرب ومستوى القاري كمان نعم آه بعدها في 2006 آه بطولة العالم في هولندا أخذنا برونز تمام آه بعد جلل اللجنة البرنبية قبل ما يكون فيه اتحاد مستقل للعبة اللي استعانوا بمدرب أجنبي أهو اتوفى آه أخذنا رابع في بكين يعني احنا كنا بمشين بنتاته رابع آه لأ معه في 2008 استعانوا بمدرب الأجنبي وعلى حساب الكابتن منصور أخذنا كام أخذنا الرابع الرابع آه رجع الكابتن منصور تاني بعد النتيجة بتاعت بكين آه كس العالم في أمريكا 2010 دي كانت أقوى بطولة في تاريخ اللاب حتى الآن 2010 كان 24 منتحف في البطول كانت 2010 آه 2010 عملنا ايه أخذنا برونز ماشاء الله كانت أقوى آه آه أساني أصلاً كنت مشغال محرر صحة في متخصص في شؤون زواد عاقف آه إدات عندي والله كنت في إدات عندك آه ما شاء الله أنا لسه بقول برضو بجمع ما شاء الله المسيك ما شاء الله طيب كمّل لي معاك أنا مكش مشغر معاك ماشي ماشي بعدها شاركنا في بعد 2010 كان 2012 في لندن وحصل الأسف دروب في البطولة دهيت وأخذنا السيدس هذا طبيعي بشكل المرضي آه يعني نحنا يعني نحنا نحنا إضغرينا لأن نحنا كنا قبلها في مصر آه في 2012 أخذنا نلعبنا نهائي بطول التعالم في مصر 2012 وكان برضو نهائي مع إيران وكنا كسبنا روسيا اللي لعبتنا في لندن كنا كسبينها ثلاثة واحد وكسبنا ألمانيا آه كان غرور شوية ثقة زيادة كان غرور يعني والحمد الله وكل شيء طبعا بإرادة الله ثم بعدها طبعا الأجندة تغيرت وحصلت الثورة في 2012 فتغيرت الدنيا وبعدها في 2014 بطولة عالم الآن إحنا أبطال أفريكا والعرب من تاريخ نحن نتكلم على عالم بقى موضع آه في 2014 أخذنا الرابع رجعنا من السادس اللي كان في 2012 الآن الرابع ثم ريو 2016 آه أخذنا برونز كان موجود الدكتور مصر العيوتي تمام بعدها في بطولة العالم في هولندا 2018 أخذنا سادس سادس تمام طبعا عشرين عشرين اللي هي ترحالة الواحد وعشرين توكيو أخذنا خامس محمد ثم بطولة العالم في البوسنة ألفين اتنين وعشرين رابع رابع واحد وعشرين أو اتنين وعشرين أو اتنين وعشرين عشان الواحد وعشرين أخذنا خامس آه هنا في مصر كان النهائي بفضل الله ثم الختام في أفريكيا الحمد الله أول والتأهل لباريس